انا اتهم كل من الرؤساء للوزراء كل واحد يملك امبة ونواب حتى الجدد شرفوا نزلوا اعملوا قانون هلق هلق نزلوا عمجلس نواب وحشروا رئيس المجلس وكل الناس كلهم انا بنتقدم بقانون نرفع التعرفي وطلعوا فصلوا لللبنانيين انواي التعرفي تلت سعر المترات طيب هل رفع التعرفي بحل المشكلة طبعا كيف بحلها بحلها بصير الكهرباء تجيب فيول لا بس اذا بقلولك انه ما عنا معامل تفة ولك مين قل لك الحكي ولك كذبين ولك كذبين مين قل لك الحكي ولك كيف بقلنا شبكة 18 ساعة فينا نجيب نحنا بالمعامل الحالية بدا فيول ما نحنا بطل فينا نجيب فيول على الدولار بس نجي نعلي التعرفي منصير نجيب فيول ما كلهم جاهزين الزهراني جاهز والجي جاهز والزوق جاهز ودير عمار جاهز شوال كذب ياه ما عناش معامل ما عناش معامل كافية بعدين اليوم خي ما هلا قسمعتها عندكم على الجديد صار فيه 250 ميجا طاقة ما هي كمان بترايحك بكرة من الكهرباء 250 ميجا ما انه اللعبة قد معامل كبير يعني طيب فازا اذا هالقد سهل الحل انه بتعريق بتعليت او رفع تعريفة الكهرباء وهيكي بتضل اوفر على المواطن من سعر الموتر تلت سعر الموتر يعني تبين ليش ما ليش ما بيبادروا لانه تجعر مزوط وموترات هاي دي ما في خدا وزير الطاقة على عاتقه هالقصة يعني بحاجة لشو هاي دي رفع تعريفة بحاجة لانون انا بتمنع ليهو متحمس وطايل عبيان انا بتلا بدا مجلس نوار بدا مجلس نوار هاي دي حطوها بالتنين وتسعين ما هي كمان هاي خرابتك ما هي هاي جزء من من قصة تطيير الاموال ما هي من التنين وتسعين كهرباء لبنان عب تقدم بده ترفع التعريفة وما كانوا يرضوا معه يعني اليوم حضرتك من هون بتدعي النواب التغييريين بالدرجة الاولى طالما نواب جديد بديش سميهم تغييريين كبير الاسم عليهم بدون يستحقوه وليش هني برأيك ما غير مستحقين بدون نجربهم ما فينا هاي كي نجي بهالشهرين شو جربت فيهم ما شفتهم لأ ما صار فيه انتخابات رئيس مجلس ونائب رئيس وميجان وامين السر وتكليف ومشاورات ضحكوا عليهم تسلوا فيهم مين تسل فيهم يعني الملوك اللعبة مين تسل فيهم يعني راي يشرفوا يقدموا قانون ويروحوا وفسروا لللبنانيين انه هاي دي خططنا نحنا اليوم بك تجي تمسك ملفات انا عطوله بقلهم ملفات بتروح على هاي الملف هاي الملف يعالج كذا كذا منروح على ملف تاني ملف الماء كيب بنعالج الماء هلأ فيش ماء انت بتعرف انه فيش ماء بكل القرى يعني تعرف انه فيش ماء طبعا لانه ما عطل المحطات وشو بتلحق بيروت وجبل لبناني يعطي العافي الزلم يعني اشتغل قد ما فيه بس انه ما فيه اذا بدي ضلني ارجع لموضوع الكهرباء موضوع الكهرباء لأي درجة هذا الملف فيه الكثير من الفساد والهدر على مدى 30 سنة اللي مرأه كله مين بده يتحاسب مين لازم يحاسب كله كله فساده هذا كله ما انت بتعرف كان فيه الفيول كان فيه صندوق اسود وهذا الصندوق الاسود يوزع على الزعماء وهذا عيشوا علي 30 سنة عيشوا 30 سنة على صندوقين اسودين الفيول وسوكلين مش هيك وبالاضافة للملفات الاخرى يعني اليوم سوكلين انت انا لما رحت ادعايت عليها سنة 2004 كانت بتاخد على الطون 140 دولار في اليوم الطون عبي كلفك هلأ قبل ما يفرط الدولار كنا 40 42 دولار وصلنا بالمناقصات الجديدة بعد ما طيرنا سوكلين فانت اليوم ملف الكهرباء كله من اول ولا اخر وما عبيتها متعلاج مزبوط انا بتمنى عليهم بات 3 شهر على الاقل ولك بس حتى لي تترحم الناس عليهم يا زلمين بس انه يروحوا وقولوا انه عملنا شي ولك 10 ساعات امطال بيكون الناس 12 ساعة ما حدا منكن هاي كذبت الـ 24 على 24 بطل بالدنياها مهم ما تزيدوا التقنين عن الـ 24 شرين